السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله السلام عمي كورايبان نعم ابنتي بخير الله يباك فيك الله يجازيك فيه خير انا افرحانة ملتش بليه الخدفة يا اهلا وسهلا بي بيرحم والدين بغيتك ربي تدعي لي اياه 8 سنين هادي ما زال ما جاب الله الوليدات الله 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 دعي لي انا الله يرحم والدين يا ربي يا ربي ادعي معا الولدة ديالي ومريدة شوية وراجلي كيدخل زاف ليلى هيل الله اوه واحد اخوتي ادعي ليهم بالهدايا ما كيصليوش واحد جوج ليلى هيل الله ليلى هيل الله يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم يرحم والدين شكرا لك لله عزيزة الله يرحم دعي معان الله يرحم والدين بغينا في دورية صالحة يا ربي يا كريم ان شاء الله ابنتي الله يفرحك ابنتي الله يفرحك لالله عزيزة وربي سبحانه وتلالله عزيزة كبير السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ذكرنا القصة ديالسيدنا زكريا وكان مسيم قال ربي اني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبة صار هارما عنده تسعود وتسعين عام والزوجة دياله ثمانية وتسعين عام في ذاك الزمان المنطق والعقل والعلم والطب يقول ما في انجاب انتهى الامر لكن ربنا اراد ان يعلمنا اننا نستعنس بالطب وبالعلم ناخذ بالعلم والطب هذا من الاشياء البديهية لكن لا ينبغي ان ننسى ابدا ان هناك الايمان وهناك اليقين وهناك الكرام من عند الرحمن فلا لا عزيزة باش ربيعطك الاملدات اي نعم غنتبع البحاصة الطبية غندر الاسباب والمسببات لكن لا ينبغي ان انسى قيام الليل سيدنا زكريا ابتغى ديالله الاولاد لما اعتكف في المحرب كانت يدخل عن السيدة مريم كلما دخل عليها المحرب وجد عندها رزق في كرقى مريم العذرة كرقى في السوق كرقى في الكوزينة كرقى تقوم باشغال دنيوية كرقى دائما في المحرب من ثم هناك داعى زكريا وربه وذلك الساعة يكون في المحرب يتنده الملائكة المقصود هو ان الانسان عليه ان يواضب على العبادة العبادة هي الاعتكاف هي انك تخصص وحل جزء من وقتك وقتك تامين والناس كل في زمننا هذا يشكون من قلة الباركة في الوقت كرقى الانسان دي مكتشكا الوقت مكتش ولكن حينما يكون هناك مباراة في كرة القدم يبقى ثلاث ساعات امام الشاشة ويدهب الى الملعب ويبقى اليوم بكامله الى كان شيء مسلسل يبقى النهار كامل ولكن حينما يتعلق بالعبادة خمس دقائق كانت شاقة جدا فالرب يغضب الله تعالى لا يبالي بالعبد اذا كان هو لا يبالي بربه لكن العبد الذي يقوم في جوف الليل والناس اليوم وعنده اشغال ويقتطع من وقته واحد حي الزمني وكيبقى في العبادة والطاعة يقول يا رب يا رب يا رب هل تظن ان الله يتخلى عنه حاشا وكلا حاشا وكلا فبغيت كلا عزيزة تكتري من قيام الليل وتقول الدعاء زكريا قال ربي لا تدرني فردا وانت خير الوارثين لا تدرني فردا وانت خير الوارثين كتقولها باستمرار ربي عز وجل كريم فاسأل الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد ان يبشرك بحمل قريب سنة المستمعين وحد دعوة الخير الأختنا عزيزة اللهم بشرها بحمل قريب اللهم كما أكرمت زكريا على كبر وأكرمت إبراهيم الخليل على غرم سنة إبراهيم كان هارما وأوهبه الله كان يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكباري اسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء سنة إبراهيم كيقوم الليل يا ربي أكرمني لم ييأس من رحمة الله تعالى فبغي تخلل الله عزيزة لا تيأسي أي نعم فنأخذ الإجراء الطبياء الفحوصات اللازمة ندير الأسباب الممكنة لكن أركز أكثر على العبادة والطاعة والدعاء ونال الله عزيزة كالقوا بأن الموحية تخصوا يساعدك الزوج كيدخن والتدخين هو مدرع بالصحة والمدخين لا يذكر الله إلا قليلا لأن التدخين كيمنع الإنسان من ذكر الله عاوني الزوج ديالك قل لي عاوني باش انت عاونوا باش رب يعطينا درية طيبة اللي بقى زيك الدخن غا تذكر الله قليل مغيبينك تدخين مانع عشنا هو الحل الحل قولي ليه اهدي لي واحد سبحة طريقة للعلاج والتربية سبح شي سبحة جميلة قل ليك اش دفيدك عوض أن تحمل السجارة احمل السبحة اذكر الله تعالى النيكوتين اللي في الفم ديالك هدو تزول وغا يبدأ ذكر الله النور والراحة الطيبة والإيمان واليقيم وغا دي عاونك الزوج ديالك في ركزان الزوج قل لي اذكر الله تعالى كثير معي بشر بي يكرم نبي دورية طيبة ثم الإخوة ديالك ما كيصليوش لي ما كيصليش عرب حالا قلتي اوغ سيجي اوغ جو حال واحد ال واحد الرياضيين في الملعب خرجوا عن دائرة الملعب وكي لعبوا على برا معا يدروا قالوا كل شيء مرفوض ولا شيء واحد دخل الامتحان وعطاه واحد سؤال محدد خرج عن الموضوع كان قل له اوغ سيجي ولا لاعب اوغ جو هذا كله مرفوض هذا في دنيا اللعب فما ظنك في دين الله اللي ما كيصليش اوغ خرج اللعبة خرج السياق فاحرسي اختي عزيزة ان الاخوة ديالك حرسيهم نصحهم في الصلاة را ماش يطلب منك عينة كثير او فقه واسع را غير الكلمة طيبة وشوية الشجعة وتقولهم توضاوا وصلوا بنا في الدار والله يهديكوهم وتعاونهم في الصلاة صور هذه الاسرة ملتكن الزوجة تقيم الليل والزوج تهلك للتدخين ويدكر الله والاخوة ديالك كلهم مصلين في المسجد رب عز وجل يباهي بها الملائكة ويكرمك فاللهم يا رحمن يا رحيم عجل لأختنا عزيزة بالذرية الطيبة اللهم ارزق الذكور وارزق الإنات في القريب العاجل قولوا معنا جميعا امين 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 يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله